في هذه الأجواء ووسط تقارير تفيد بعدم رغبة نتانياه وأيضا بإتمام صفقة وقفة لقنار وفد رفيع من المفاودي الإسرائيليين وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث مفاوضات التهديئة وفق ما أكدته مصادر إسرائيلية يضم هذا الوفد مدير الموساد ديفيد بيرنيا ومدير الشباك رونين بار وقالت المصادر أن الوفد سيلتقي مع رئيس المخابرات المصرية لبحث صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية على طول الحدود بين مصر وغزة وإعادة فتح معبار رفاح مزيد من المتابعين ينضم إلينا من القدس محرر شؤول إسرائيلية في سكاينيوز عربية نضال كناعنا وينضم إلينا أيضا من القاهرة مرسلنا أحمد مهران أهلا بكم دعني بداية أبدأ معك نضال عن ما نعرفه ما بعد وصول هذا الوفد هل هناك أي معلومات بخصوص مهمته وطبيعة اللقاءات وأيضا الفرص بشأن نجاح هذه الجولة هذه المرة أولا يمكن القول بأن هذه الجولة من المفاوضات التي هي على أعلى مستوى تقريبا يشارك فيها رئيس الموساد ورئيس الشاباك أولا تأتي ربما كنوع من المفاوضات بين الجانب الأمن الإسرائيلي والجانب الأمن المصري من أجل التوصل إلى تفاهم ما أو كيفية تجاوز العقبة التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق وهي السيطرة هنا على محور فلادلفيا وعلى معبر رفح لأن هنا مصر هي صاحبة شأن في هذه القضية كما حركة حماس أو كالجانب الفلسطيني أساسا وبالتالي الجانب الإسرائيلي أو المستوى الأمن الإسرائيلي الذي يائس من الحرب في قطاع غزة ومعني بإنهاء الحرب في قطاع غزة يطلب مساعدة الجانب المصري لتخطي العقبات التي يضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام التوصل إلى إنهاء الحرب في القطاع ومن هنا تأتي هذه الجولة من المفاوضات على الأغلب لن يشارك فيها غرباء إن صحها القول ستكون جولة مفاوضات بين الجانب الأمن الإسرائيلي والجانب الأمن المصري دون حضور قطري أو حتى أمريكي في هذه الجولة من المفاوضات هنا يأمل الوفد المفاوض الإسرائيلي أن يتم التوصل إلى تفاهم مع مصر وبالتالي إحراج نتنياهو العودة إلى البيت وإحراج نتنياهو بالقول بأن إما تم حل هذه القضية والتوصل إلى طريقة لتجاوز هذه العقبة أو العودة وقول الصراحة خاصة أن الوفد الإسرائيلي المفاوض بات يائسا من نتنياهو القول بأن شروط نتنياهو لا يمكن تحقيقها مصر ترفض هذه الشروط وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الشروط من ضمن المفاوضات لأنها أصلا ليست قرارا لحركة حماس يمكن أن ترفضه أو توافق عليه حركة حماس هنا يوجد جانب آخر هو جانب المصري وإذا كان الجانب المصري يرفض هذا فمن غير المعقول ومن غير المنطقي مطالبة حركة حماس بالموافقة عليه لأنها ليست صاحبة القرار الوحيدة هذا على الأغلب أهم ما يأتي به الوفد المفاوض الإسرائيلي ومن هنا طبيعة لقاءات الوفد الإسرائيلي مع الجانب المصري سيكون الجانب المصري أيضا هو أمني بامتياز في هذه اللقاءات التي تحصل بين الطرفين مع العلم بأن الوفد الإسرائيلي في خلافات عميقة مع نتنياهو التسريبات تقول بأن الوفد الإسرائيلي يتهم نتنياهو بأنه يفشر المفاوضات وأن فعليا على الأرض الاتفاق جاهز وبحاجة فقط إلى توقيع نتنياهو مع بعض التفاصيل الصغيرة نعم بأتأكيد ندار وهنا سأتحول إليك أحمد مهران فيما يتعلق بما نعرفه عن هذه المفاوضات وبداية هل هناك تأكيد مصري أو تعقيب مصري على وصول هذا الوفد الإسرائيلي وربما ما هو مطروح هذه المرة أحمد حتى الآن إيمان لا إعلان مصري مباشر أو إعلان رسمي عن وصول هذا الوفد الإسرائيلي أو فحو هذه المفاوضات لكن الأجواء العامة طبعا بعد اغتيال إسماعيل هنية والتصعيد في المنطقة لا يبدو أن هناك أولوية لدى إسرائيل للوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار ومن ثم فإن هذا الإعلان من جانب نتنياهو بشأن إرسال وفده التفاوضية إلى القاهرة ينظر إليه بشكل عام من جانب عدد من المحللين والمراقبين على أنها مناورة سياسية حتى إذا عدنا إلى الوراء قليلا قبل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك أيضا منورة أخرى حيث صرح حينها نتنياهو بأن هناك تقدم في المفاوضات وأنه سمح بتكثيف عمليات المساعدات الإنسانية إلى غزة وأنه سمح بخروج المصابين الفلسطينيين ونفت القاهرة كل هذه الإدعاءات من نتنياهو وقالت إنها إدعاءات يستبق بها زيارته إلى الولايات المتحدة ومن ثم فهو اسلوب معتاد من نتنياهو أن يقوم بإطلاق مثل هذه الإدعاءات للتغطية على أمر ما ومن ثم فإن في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والوقوف على حافة الهوية هذا يعني أن هذه المرة أيضا هي منورة جديدة من نتنياهو بإرسال وفده إلى القاهرة ربما الأهمية الوحيدة لهذه الزيارة أو لهذه الجولة من المفاوضات إن عقدت بالفعل ففي نظر بعض المحللين الأهمية الوحيدة هي التباحث بشأن النقاط الخلافية المباشرة بين مصر وإسرائيل والحديث هنا يدور حول وضع معبر رفح الذي احتلته إسرائيل من الجهة الفلسطينية في السابع من مايو وكذلك السيطرة الإسرائيلية على محور صلاح الدين وهما الملفان الذين يمثلان لب المشكلة الأساسية بين مصر وإسرائيل والتي أدت إلى التوتر الأخير في العلاقات بين البلدين